كيف توافق الأمريكان والإيرانيون على دعم الملك وأن يكون رجل الدولتين التي كانت متناقضتين على مدى ثلاثين عاما الدولتان كانت متناقضتين إعلاميا وفيما يظهرانه للناس وإلا فإن العلاقات بينهما قديمة وحديثة أيضا وهناك الكثير من الكتاب الغربيين كتبوا عن هذا رسالة الماجستير الحلفاء الثلاثة إيران وأمريكا وإسرائيل فهم حلفاء حقيقة فيما بينهما والخلاف بينهما كان على الموضوع النووي وهذا الموضوع النووي لو لا أن إسرائيل تضغط على أمريكا بسببه فأمريكا لم تقف هذا الموقف الحاد من إيران وأنت ترى قبل أيام لما اتفقوا على التخفيضات وتخصيب وما إلى ذلك الأمور هدأت وكأن شيئا لم يكن فأمريكا هي تريد أن تكافئ إيران لأن إيران ساعدت أمريكا في أفغانستان كما تعلم وباعترافاتهم هم رفسنجاني يقول لو لا نا لما دخلت أمريكا أفغانستان قواتنا الخاصة هي التي دخلت كابل وأبطحي نائب الرئيس السابق أو الأسبق خاتمي قال أيضا نحن الذين ساعدنا أمريكا على دخول العراق فإيران ساعدت أمريكا أولا في دخول العراق ثم في حربها على الإرهاب إذ أن إيران فعلت الكثير من أجل أن تأد المقاومة العراقية وتآمرت على المقاومة العراقية وفعلت ما فعلت وخصوصا في 2005-2006 من التآمر على الشعب العراقي لإحداث الفتنة الطائفية والتصفيات على الهوية كانت المخابرات الإيرانية هي تقود الميليشيات التي تربت في أحضان إيران بدر وما أدراك ما بدر وغيرها هي التي قامت به هذا الجهد الذي قامت به في سنة 2005-2006 بمساعدة أجنحة من التيار الصدري ترجمة نانسي قنقر